شهد منتدى شباب العالم إشادات دولية واسعة من زعماء ورؤساء الحكومات والمسؤولين بمختلف أنحاء العالم حيث انطلقت فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي ونخبة من رؤساء وقادة العالم والشخصيات البارزة المؤثرة وفي إطار التقدير العالمي لمنتدى شباب العالم أثناء جورج فيلا رئيس ملطا على المنتدى باعتباره من أهم الفعاليات الشبابية العالمية لا سيما في الوضع الحالي القائم الذي تمر به الإنسانية واصفا المنتدى بأنه نموذج رائع لكيفية المواجهة العالمية للأزمات التي تواجه البشرية من خلال حوار شامل ومتنوع ومن جانبه أثناء إيفان دوك ماركيز رئيس جمهورية كولومبيا على منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة مواجها دعوته للقادة بالعمل لدفاع عن الشباب وحياة هذه الأجيال لبناء الحاضر والمستقبل ووصف تيدروس أدهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية منتدى شباب العالم كفرصة هائلة لتغذية الكثير من الأفكار وخلق مستقبل أكثر أمنا وصحا مشاددا على ضرورة عمل الحكومات على بناء الشباب من أجل أن يلعبوا دورا محوريا في مجتمعاتهما فيما أكدت جايت مع ويكرا منياكي المبعوطة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشباب على أن منتدى شباب العالم يعمل على النشر السلام والتناغم بين الشباب من مختلف الدول مواجهة الشكرى لمصر على دعوتها للمشاركة وأشهد كلاوس يهانس رئيس جمهورية رومانيا بمنتدى شباب العالم قائلا إن منتدى شباب العالم بات عنصرا مهما في حركة الشباب العالمية لأنه يمنح شباب مسارا مهما للمشاركة كجيل فتي ومن جانبه أكد قاسم مجاليو رئيس وزراء تنزانيا على دعمه لمنتدى شباب العالم لكي يكون منصة مستدامة من أجل الاستماع إلى كافة الرؤى ولينخرط الشباب في السياسات ولجعل عالمنا أفضل ووصف ميجيل أنخيل وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والممثل السامي لمنظمة الأمم المتحدة للتحالف من أجل الحضارات المنتدى بأنه يمثل فرصة ذهبية استثنائية للحوار مشيدا بتنظيم الدور الرابع ومن جهتها أعربت الشمى المزروعي وزيرة الدولة لشؤون الشباب الإماراتية عن تقديرها للمشاركة ضمن فعاليات الدور الرابع لمنتدى شباب العالم قائلة نحن هنا في منتدى شباب العالم لنزرع الأمل مجددا اشتركوا في القناة